لم تكن جريمة واحدة، وإنما عدة جرائم بشعة نفذها أحد قادة وحدات الكوماندز التابعة لسلاح البحرية الأمريكي، ويدعى إدوارد جلاغر أثناء وجوده بالعراق في أيار عام 2017 خلال المعارك الدائرة في الموصل مع تنظيم الدولة. صحيفة نيويورك تايمز وصحف ومواقع أمريكية أخرى كشفت عن تفاصيل خطيرة عن هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في هذه الفترة على أيدي قادة وجنود أمريكيين، وكيف تم التستر عليها من قبل الإدارة الأمريكية، إلا أن جرائم إدوارد جلاغر أخذت بعد آخر لما رافقها من تداعيات. الصحيفة الأمريكية في تقريرها الجنائي السري الذي يوثق هذه الانتهاكات بيّنت أن سبعة أفراد من وحدة تابعة للكوماندز قدموا شكوى ضد قائد وحدته ميجلاغر لارتكابه جرائم مروعة في مدينة الموصل أمام مرأى أفراد وحدته. من بينها قتل فتى عراقي أعزل طعنا بسكين، وقنص طفلة في المدرسة، ورجل عجوز، ورش الأحياء السكنية في الموصل بالصواريخ ورصاص المدافع الرشاشة بشكل عشوائي، إضافة إلى جرائم بشعات أخرى. إلا أن رد الفعل الرسمي على بلاغاتهم التي قدمت لاحقا في آب من عام 2017 جاء متأخرا، الأمر الذي سبب لهم إحباطا بحسب ما جاء في الصحيفة. وبعد أن يأس الجنود من تجاهل الجهات الرسمية لهم، قاموا بطلب اجتماع خاص مع قائد قواتهم روبرت بريش في آذار عام 2018، الذي تربطه علاقة وثيقة بالمجرم جلاغر، وطالبوا بفتح تحقيق رسمي ضد قائد وحدتهم. إلا أنه بدلا من إجراء تحقيق في هذه الجرائم، قام بريش وأحد كبار مساعديه بتهديد الجنود السبعة بطردهم من عملهم في حال قرروا فضح قائد وحدتهم. بل وإن جلاغر نفسه هدد الجنود السبعة بقتلهم لو قاموا بذلك. نيويورك تايمز بيّنت في تقريرها أن الإيدولوجيا التي يؤسس عليها الجيش الأمريكي، تعتمد بالأساس على مبدأ تشجيع العدائية وثقافة القتل والتنكيل تحت جميع المسميات، وأيا كانت هوية الضحية، بل وتعدتها إلى حماية المجرمين الذين يرتكبون هذه الانتهاكات. ففي الوقت الذي كانت توجه التهم إلى جلاغر بارتكابه جرائم وانتهاكات في العراق، كان رؤسائه يثنون على عمله ويرفعون من شأنه. ورغم أن السلطات العسكرية الأمريكية اعتقلت جلاغر في أيلول الماضي، ووجهت له أكثر من 12 تهمة تشمل القتل العمد ومحاولة القتل. وفي حال تمت إدانته، فأنه سيقضي بقية حياته في السجن، إلا أن الحقيقة التي تتجلى بوضوح من هذه القضية أن كل ما تتبجح به أمريكا في دفاعها عن حقوق الإنسان وكرامته، ما هي إلا شعارات زائفة ومضللة تسعى من خلالها لرسم صورة مغايرة عن الدولة التي نصبت نفسها رعية للديمقراطية والحرية، ولكن بمفهومها الخاص، لتمثل فضيحة جلاغر وجها بشع آخر لحقيقة أمريكا.